اشتركوا في القناة وتطرقوا إلى العديد من المباحثات كالعقبات التي تواجه المنتجين الأفارقة للنفط والإصلاحات الأخيرة التي شهدتها الجمعية خالد موسى الحاج والتفاصيل هذه المقابلة التي جمعت رئيس الوزراء فاهمي بداكاء البير بالأمين التنفيذي لجمعية منتجين نفط الأفارقة مهمان لوانغايا تركزت حول مستقبل الجمعية التي ستدخل مرحلة جديدة خاصة في أعقاب الإصلاحات التي شهدتها الجمعية على مستوى الرؤية والأهداف الاستراتيجية والهيكل التنظيمي وخلال المقابلة تطرق الأمين التنفيذي إلى فكرة الإصلاح الذي بموجبه ستتحول الجمعية إلى منظمة منتجين النفط الأفارقة مما يكسبها أهمية أكبر في ظل التحديات التي يواجهها قطاع النفط رئيس الوزراء فاهمي بداكاء البير شاد بهذه الإصلاحات وأكد استعداد شاد لدعم المنظمة من أجل القيام بدورها في تنمية القارة وفي نهاية المقابلة قال الأمين التنفيذي لجمعية منتجين نفط الأفارقة إن الإصلاح يرمي إلى تضافر جهد الدول الأعلى لتطوير الجمعية بالاعتماد على الخبرات المحلية وذلك من خلال تنمية الكادر البشري وبناء قدرات الشركات الوطنية والمحلية في مجال التنقيب مشيرا إلى أن الجمعية التي ستتحول إلى منظمة منتجين نفط الأفارقة ستتولى رئاستها تشاد ابتداء من الأول من أبريل المقبل هذا وأنشير إلى أن جمعية منتجين نفط الأفارقة أسست في عام 1987 وتعمل من أجل دعم وتنسيق التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق باستراتيجيات وسياسات إنتاج النفط